والآن ونحن نطوف حول موضوع العلمانية كصورة من صور الغزو الثقافي لعالمنا الإسلامي نجد أنفسنا أمام نقطة لا بد من بيانها ألا وهي أهداف العلمانية في العالم الإسلامي والعلمانية شأنها شأن الصور الهدامة والأفكار التي تعمل على الإطاحة بالإسلام تتجه إلى قلب هذه الأمة الدين فتعمل على فصله عن حياة المسلمين تماما فكان ذلك أحد أهم أهدافها ثانيا من أهم أهدافها كذلك الطعن في صلاحية الإسلام للحكم وأنه مجرد تقوص وشعائر روحية وأنه لم يعد صالحا للعصر الحديث الذي نعيشه ثالثا الزعم بأن الإسلام يدعو إلى التخلف والجمود ومن دلائل ذلك أي في نظرهم ما يفرضه على المرأة من الحجاب وعدم الاختلاط بالأجانب ووجوب المحرم في ظروف معلومة ثم يدعون إلى ما يسمونه تحرير المرأة من ظلام الرق والعبودية التي فرضها الإسلام عليها كل ذلك في زعمهم وآخرا الدعوة إلى عدم اعتبار الإسلام وأحكامه في أية قضية من قضايا الحياة وإطلاق شعار الدين لله والوطن الجميع وشعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين وهكذا تجسدت أجساد الهداف كلها في النقاط الأربعة ترجمة نانسي قنقر